سيدا سعيدة لك أحمد ولمشاهدك الكرام يسعديني العودة إلى برنامجك أعتقد أن هذه الردود وخصيصا ضد الأهداف الثمينة في العراق وأيضا في أماكن أخرى في كل المنطقة أعتقد بأنها تبين بأنه بعد أن تضرب 160 أو 180 مرة فإن الولايات المتحدة لن تقف صامتة إلى الأبد أعتقد بأن هناك رغبة من قبل إدارة بايدن أن تخفف من التصعيد ولكن هذا لا يعني بالضرورة بأننا سوف نتقبل أن يتم استهدافنا بشكل مستمر من قبل هذه المليشيات المدعومة من إيران سواء في سوريا أو في الأردن أو في البحر الأحمر أو في العراق وأعتقد بأن هذا مؤشر على مستوى الإحباط وأيضا الحاجة إلى اتخاذ إجراء سيكون مؤثرا للضغط ولمواجهة هذا السلوك ولرفع التكلفة عليهم ولكن كم حق أنه في نهاية المطاف هذه مليشيات مدعومة من إيران وإيران قد بيّنت بأنها مستعدة لقتال الولايات المتحدة لغاية آخر عربي وهؤلاء الناس إما أنهم بالأعين الإماراتي بالإيرانية عفوا بالأعين الإماراتية هم إما شهداء وإما أنهم يمكن التخلي عنهم وعجلا أو آجلا يجب أن يكون هناك ردع ويجب أن يكون هناك تكلفة على إيران لا يمكنها أن تخلق هذه المليشيات وتزودها بالسلاح والمال والتدريب ثم تقول نحن ليس لنا علاقة بهذه المليشيات اشتركوا في القناة